بعد فوز نادي الزمالك ثلاثة واحد في ماتش من أجمل المباراة لنادي الزمالك خصوصاً الشوت الأول نادي الزمالك النهاردة الحلقة كلها عن نبيل معلول قالك النجم الكبير النجم ومدرب التراجل تونسي قال للزمالك ما سرقش المباراة وطبعاً سيف الدين الجزيري بيقولك لعبة الزمالك دول هم دول اللي خدوا الدورة وكاس سنة اللي فاتت وقدرين يفوزوا على المريخ وقدرين يفوزوا على شبابه الازداد وهنقيم لعبتنا الزمالك أمس وتقييمات مفيش مجاملات فيها المهم فيديو عن تقييمنا الأداء لعبتنا الزمالك أمس أمام التراجي دفاعياً وهجمياً وهنتكلم عن تصريح نبيل معلول على أن الزمالك هل سرق الفوز ولا أولاً ولا أن الزمالك كان أفضل مين كان أفضل سيف الدين الجزيري واغصقته أن الزمالك هيتأهل المهم فيديو مهم جداً أتمنى تشوفه الآخر بس الرجاء تدعمونا باللايك وشيرو كومنت وضغط على زر الجرس وبشكر كل الناس اللي اشتركت وشارت وفعلت وصلوا بينا على سيدنا الحديب اللي بذكر قلوب تطيب الله مصلي وسلم وبارك عليك يا سيدة رسول الله طبعاً شوفنا لعبتنا الزمالك أمس عملوا جيم شوت أول رائع جداً شوت والأروع كان فيه رغبة كان فيه تكتيك علي جداً من جزوال دوفريلا اللي هو عنده بس لما بيقالف بيقى مشكلة لما كل واحد بيلعب في مكانه بيدي ولما كل واحد بيلعب في مكانه تقدر تحاسبه ويقدر يعني تشوف كرة حلوة انبالح شوفنا طبعاً نادي الزمالك لعب طبعاً من محمد صبحي حرس المار مبداية المباراة والمسلوسي محسن عبد المجيد محمد عبدالغاني وفتوح والتلاتة نص مال عبدونجة وطبعاً سيف فرق جعفر وروقة والتلاتة طبعاً زيزو نجب نادي الزمالك والهدف وصاحب مئة مساهمة مع نادي الزمالك في جميع المسابقات والهدف اللي 54 سجل 54 هدف مع نادي الزمالك وصانع وساهم في 46 هدف مع نادي الزمالك رقم كبير جداً لزيزو مئة مساهمة بالهدف سواء هو بالإحراز أو بالصناعة إحراز 54 هدف في جميع المسابقات مع نادي الزمالك وصناعة 46 رقم كبير جداً وطبعاً عندك الجزيري اللي بدأ يرجع للزاكرة شوية ونشوف تحركات سيف الدين الجزيري وطبعاً مصطفى شالب هنتكلم عن رأي أول حاجة رأي نابيل معلول اللي قال نادي الزمالك استحق الفوز لأنه كان عنده رغبة كبيرة جداً ورغبة في الأداء وهو ما سرقش الفوز بالعكس نادي الزمالك كان فيه رغبة ونزل الشوت الأول كان عنده قوة وأصرار وعزيمة وده قدر إن فيه بعض الغلطات ولها فوات في دفاعات الترجز تغلها كويس وعمل جيم عالي واستحق إنه يجيب الهدفين وكان فيه رغبة منه حتى كمان لما رجع نادي الزمالك للدفاع كان فيه إسابات في الدفاع وإنه يلعب روح وكادف روح عالية جداً ده رأي النجم الكبير المدرب القدير المدير الفن الكبير جداً نابيل معلول مدرب فريق الترجز الشقيق المحترم الترجز فرقة كبيرة وفرقة محترمة جداً وفرقة عندها شخصية ويمكن شفنا شخصية الترجز تونسي السيوت التاني عبر عن نفسه بشكل كبير جداً وضغط نادي الزمالك وكان أقرب أنه يتعادل لأنه كان فيه خلاص نادي الزمالك الأسف الشديد الشيوت التاني تراجع تراجع بدون مبرر أنه يعتمد اعتماد كل بس على الدفاع ما كناش بنشوف له هجمات مرتدة ولا استغلال ولا نقل الهجمة بسرعة وانادي الزمالك كان عاجز على أنه يطلع بالهجمة من خلف الأمام أو التحولات من الدفاع الهجوم وخصوصاً أن الترجز كان بهجمك بكسافة وعنده فاع متقدم وانا بقول قلبي الدفاع بالترجز شوية كان فيه بطئ كان ممكن تستغلوا بسرعات الجزيل وسرعات سيف الدين الجزيل طبعاً زيزو لكن رغبة نادي الزمالك كانت أعلى ده رأي نبيل معلول واستحقوا فعلاً نادي الزمالك قدر أن الشيوت التاني طبعاً في الوقت الضائع وأوفر والأروع من زيزو لسيف الدين الجزيل وبيحرز هدف وبيقتل المباراة وخلص طبعاً بدا خلاص رسمياً وخلي بالك اند الزمالك لما يفوز على الترجي متصدر المجموعة ده حاجة مش سهلة حاجة تقولك أنك قادر أنك تكمل وقدر أنك توصل وأنك أنت أول أنك توصل لما تكسب الكبير على الأقل تتوصل معه وتكمل معه فاند الزمالك لما يفوز مع الترجي لأهو أولى ويوصلوا الاتنين مع بعض وخصوصاً اند الزمالك جاي للمريخ أنا أعتقد بالنسبة كبيرة المفروض يبقى على الورق أنه كسباند الزمالك مع أنه كرة ملاج كبير ويروح يقاتل ويلعب بفكر كويس جداً الدفاع المنطقة والمرتدات هيبقى سلاحه شبابه الأزداد والزمالك ممكن قادر أنه يفوز بالمباراة طبعاً سيف الدين الجزيرة بعد المباراة قال تصريح أن اللعبة ده هي اللي فايزة بالسنة الفتن بالدوري والكاس وعملوا جيم عالي جداً وكمان قال أن الفرقة عندها استعداد أنها يبقى أحسن من كده في ماتش الترجي بل بالعكس إحنا قادرين نوصل سيف الدين الجزيرة بيقولوا إن إحنا قادرين نوصل وقادرين نكمل في المشوار وقادرين نكسب شبابه الأزداد في الماتش الأخير والمريخ وإن شاء الله الزمالك ممكن نشوف ربع نهائي وإداء تصريح سيف الدين الجزيرة بعد المستوى إحنا شفنا المستوى مباراة يا جماعة إن لعبة نال الزمالك فيه رغبة والرغبة بتعوض حاجات كتير الرغبة بتعوض فروق كتير الرغبة بتخليك تقدر تكسب وتخليك تقدر تكمل وتخليك تقدر تنفذ حاجات أنت مش قادر عليها الرغبة والإصرار والقوة والرجولة أساس أي فوز فيه حاجات كتيرة مفيش فارق بتعوضها الروح والكتال فلا الزمالك ده اللي عاملوا مباراة وشوت نشوت أول رائع جدا وشوت تاني يعني الدفاع مبرر قوي ودفاع بزيادة قوي هيساعد الترجل إنه يرجع المباراة لو رحنا بقى لتقييمنا اللعيبة طبعا محمد صفحي مبارح في غالبية كور في كور كده سهل وقت منه وأداءه أنا بيخد يعني في تقييمنا ممكن ستة ونص سبعة من عشرة محمد صفحي المفروض كان أفضل من كده المفروض حتى في كور سهلة يمسكها ضياحها الكورة بيتطلحها غلط ضربات السابتة حتى والكورات اللي الطويلة يا جماعة لوحنا راحزنا أكد من كورة محمد صفحي بالعبا في القوت يعني المفروض نجم كبير حتى إحنا بيشوف طبعا إنك إنت ممكن تصنع هجمة زي ما هو عمل وبصة اللي زيزو اللي جات منها الهجمة وجي منها الهدف الأخير لكن محمد صفحي تقييمه والتعامل مع كورة أنا بقول من ستة ونص سبعة محمد صفحي أتمنى أنكم تقولولي رأيكم في اللي أنا بقوله طبعا المسلوسي خد سبعة سبعة ونص للدفاع بس المسلوسي ممكن ما زادش كتير مبارح ما شفناش عنده كسافة في الهجوم بيزيد ما عندوش أنه بيقدر روح يخذها نازمة لعبة 4-3-3 اللي ممكن تسمح بالدفاع أنه ممكن الباكات يطلعوا ويزيدوا لكن ما شفناش زيادة من المسلوسي أو زيادة مجدية ما شفناش زيزو المسلوسي مع زيزو في التلت ملعب الترجي ما شفناش أي واجب هجومي للمسلوسي فعشان كده بياخد سبعة لأنه كان دفاع عمل جيم عالي جدا دفاعيا وتغطية وعمل أكتر من تاكلينج على الكرة وقطع كان كرة مؤثرة جدا فالمسلوسي بياخد سبعة من عشرة على تأثيره والدفاع طبعا محمد عبدالغاني وحسام عبدالجيد نفس القصة ستة ونص السبعة لأنه كانت في اختراكات من العنج وكوارة عالية المفروض بتاعتهم وكان أكتر برضو أنك تطلع الهجمة من خلف الأمام فالنهار دفاعنات زمانك بالأمس مش فيه مستواهم ومش نقدر نور عليهم مش هو للطب وخصيل حسام عبدالجيد اللي أنا بشوفه بيرجع لمستوى بعد عودة الوينش إن شاء الله وطبعا فتوح فتوح سبعة برضو من عشرة فتوح ما شفناهوش برضو بيزيد فتوح ما زالتش قبلا بارح كنا بشوفه مصطفى شالبي في الشمال لكن زي فتوح إنه يزيد أو يعمل جمل مع مصطفى شالبي ما شفناش أي جمل أو أي زيادة من أحمد فتوح بنفس الكلام على المسلوس ما شفناش وانتوهات أو أي كرة مع زيزو في ليمين لو رحنا تلاتة نص ملعب دونجا بياخد سبعة لو رحه قطع الكرة عمل شيء جيم عالي شفنا تصوباته حاول لكن دوره بس المفروض يهدى شوعة كرة ويقدر يطلع على الكرة أخسن من كده أو أسهل من كده فدونجا أنا بندله سبعة من عشرة طبعا روئة أنا بندله خمسة أو خمسة فيما أقل لأن روئة ما بيعملش أي شيء في الإبداع من الكرة غير إنه بيمسك كرة ويبصل لورا أو أي حاجة سهل أطعي ما فيش تأثير في الهجوم ما فيش روئة فروئة يا جماعة محترم شديد ناتذ زمالك محتاج واحد كمان في نص ملعب مكان إمام عشور اللعاب الكبير اللي ناتذ زمالك خسره في فترة الخيلة الوحيد اللي كان عنده مجدرة إنه يزيد بالكرة وإنه يصنع وإنه يساهم وإنه دريبلينج في الملعب فناتذ زمالك بيفتقد ده لكن ربنا كرمنا شفنا الاتنين العضلات اللي هما دونجا ورؤة وروحنا للدماغ سيف جعفر اللي عمل يعني بتديره 8 من 10 على أداء مبارح ناشئ بيدعب قدام الترجج وبيشوت وبيحرز وعنده المجدرة وبيزيد وعمل أكتر من كرة لكن نسا ما استواش سيف جعفر رعيب كبير لكن نسا ما استواش وعن دكتر من كده إن شاء الله ومن مستقبل اللعيبة الوعدين في نادي الزمالك طبعا زيزو بتديره 9 و 9.5 من 10 صناعة وأهداف والكرة طبعا أخيرة بتاع التأثير والليس برينت اللي عمل والأوفر اللي عمله طبعا الهدف اللي ضربة الجزاء عمل ماتش عالي جمع عالي جدا زيزو من أجمل مبارات ساهم يا جماعة بنقول في 100 يعني 100 هدف معنات زمالك 54 هدف جابهم في جميع المختلف المسابقات و46 صناعة ومساهمة فزيزو طبعا تأثيره عالي جدا هجوميا وبيرجع كمان بإمبارح كنا شوف زيزو بيرجع يا جماعة يدافع وبياخده وده كان بيكلفه كتير بدنيا إنه بيتعب كتير وإنه ما بيقدرش ينهي الهجمة فأكتر منكورة لكن زيزو العيب كبير وطبعا نجم كبير بالأرقام اللي بتكتب يا جماعة الأرقام اللي بتتكلم مش بالكلام والنبرأس وبعمل لا بالأرقام زيزو بالأرقام وعلى الورق نجم كبير لقطع سير كبير جدا معنات زمانة سيف الدين الجزير اللي بدأ يرجع على شخصيته التحركات بتاعته قد جم تحركاته وعيا مبارح إزاي بيطلع بره إزاي دبس مدافع التراج في ضربة الجزاء إزاي تحرك إزاي في الهدف التالت رايح يعني بتكلم على الجزيري من تسعة لتسعة ونص ممكن أداء رائع جدا ممتاز سيف الدين الجزير مبارح في تأثيره مع الفرقة عزيزو تحركاتهم واللينك اللي ما بينهم ما بين بعض لو روحت لمصطفى شلبي أنا آسف مصطفى شلبي يمكن في الواحد على واحد ما بيعديش شخصية لا شفنا تسويب لا شفنا لرئيس لا شفنا عرضيات لا شفنا أي شيء وخصيا المصطفى شلبي الحاجة الوحيدة اللي بدأ له ممكن سبعة من عشرة عشان كان بيدافع اللي اللعيبة كلها ناتزة مالك أمس لما الكرة تنقطع كله بيرجع People بيرجع سيف الدين الجزيرة بيرجع مصطفى شلبي كله كان بيدم لعيبة ناتزة زمالك كان بتعبل تحت الكرة لما الكرة كان بتنقطع منها وكان بقيم كل لعيبة ناتزة زمالك تحت الكرة اما كان بيعتمد عن المرتدات عن anطرقات زيزو وطرقات مع الطريقات مسطفى شلبي وطبعا شغلة وتحركات سيف دين الجزر طبعا نزل إبراهيم أنضاي في لاتفوت إبراهيم أنضاي في لاتفوت مالوش لازمة ونقدرش نقيمه المهم وأتمنى أن يكون سيف طبعا يوسف وثامة نبيه أتمنى أن يوسف وثامة نبيه يكون مكان على طول مستفى شالبي لأن الولد ده خامة طيبة وقو جدا وعنده مهارة وبرجال واسعة وممكن يبقى قوة يعني خصويا أنك أنت ما ينفعش عشان تبقى فرقة كبيرة لازم عندك الجناحين شغالين الكرة الحديثة الجناحات يا جماعة ما عادش عندك المواهب اللي من نصه والاختراكات عندك الجناحات اليمين زيزو ويوسف وثامة نبيه لو خد مكانه وثبت هيعمل شغلة عالية جدا معنات زمانك وعودة الجزير المستوى المتش صعب زمانك لعب فرقة محترمة جدا فرقة قوية جدا تراجل تونسي اسم كبير مدرد كبير جدا قدير وعنده إمكانيات وقدرات نبيل معلول المجموعة كله بيخبط في كله المجموعة راحل فين بعرقك ومجودك إذا مالك إذا فاز المتشين جاين دول إن شاء الله بيوصل المهم إذا عجبك الفيديو لك شيرو كومنت وقدرت على زر الجرس السلام عليكم